شاهدين أهلاً بحضراتكم معنا مرة تانية في مساء الخير حيث أشرفني أن يكون ضيفي في الستوديو هو سيادة سفير أحمد القسني المساعد الأسبق لوزير الخارجية المصري مساء الخير فاند أهلاً بيك سيادة سفير يعني بداية تعليقك على الزيارة زيارة الرئيس السيسي لفرنسا وخصوصاً في توقيتها يعني يعني دي زيارة دولة أهي فكرة وبالتالي عندما يلتقي الرئيس الفرنسي مع الرئيس المصري بيلتقوا على خلفية علاقات تاريخية كبيرة وعلاقات يعني نصنفها أو نوصفها الآن إنها علاقات شراكة طبعاً شيء طبيعي أن يكون هناك مصالح كثيرة جداً المصالح تتقاطع أحياناً وأحياناً تنساجم ويتم التنصيق شيء طبيعي يعني أي زيارة دي مهمة جداً لأن منذ أن تولى الرئيس السيسي منصبه كرئيس لمصر أي فكرة كانت عينه على العلاقات الخارجية السياسة الخارجية لمصر هذا صحيح والحقيقة أنه استطاع بإيجادة شديدة جداً أن يعيد نسج جميل لهذه العلاقات مصر الخارجية عندما يعني دق أبواب القوى الفاعلة في العالم بزيارات ليطرح مصر جديدة ويغير مفاهيم خاطئة عن مصر كانت الصورة الزهنية لمصر كانت مشوشة في زهن الألمان في زهن الفرنسيين في زهن الإنجليز روسيا والرئيس بجولاته وزياراته وحديثه كان ألية كبيرة لطرح مصر الحديثة الجديدة التي نرجوها جميعاً التي تمتلك دوراً فاعلاً على الساحة الدولية فرنسا بيلر يعني عمود كبير يحمل الاتحاد الأوروبي هي وألماني طبعاً قاطرتين أساسيتين وصلاً بعد خروج بريطانيا بريطانيا أكبر قوتين في الاتحاد ويعني الحمد لله أنه تربط علاقات جيدة أو تربط مصر علاقات جيدة بكل الدولتين علاقته مع مستشارة الألمانية علاقة جيدة وشخصية طبعاً واستطعنا مع الرئيس ماكرون أيضاً أن يكون هناك طلاقي المصالح يعني بتستدعي أحياناً أن العلاقات الشخصية حتى بين الرؤساء بتكون علاقات جيدة سيد السفير يعني خلال خمس سنين أكتر من مئة زيارة لمصر وفرنسا لمسؤولين على مستوى رفيع ما بين وزراء ما بين وفود اقتصادية كبرى ما بين رئيس بتشوف حضرتك العلاقة بين مصر وفرنسا أخدت في الفترة الأخيرة فترة تولي الرئيس السيزي منحة مختلف عن طريق توضيح الصورة اللي حضرتك تفضلت بيها واللي قام بيه السيد الرئيس يعني مثلاً ما كانش فيه تعاون عسكري مثلاً ما بيننا وما بين فرنسا أصبحنا بنستورد بين فرنسا قطع عسكرية متطورة جداً ما كانش فيه تأثير لنا في القرار الأوروبي أصبح لنا تأثير في القرار الأوروبي عن طريق العلاقات الجيدة بيننا وبين فرنسا وألمانيا طبعاً الكلام اللي بتقوله ده كلام صحيح جداً يعني تستشعر يعني ممكن يستشعرها أكتر من يعمل في المجال الدبلوماسي والسياسي أن هناك صلة ما بفرنسا تحديداً منذ عهد محمد علي أكتر من 200 سنة صحيح الحداثة في مصر بدأت ببعثات إلى وكنا جميعاً نعرف السربون القانون ده رئيس القانون كلهم من جامعات فرنسية الولع الفرنسي بالمصريات ده حاجة ملخوزة وحاجة جميلة اهتمامهم بالشأن المصري بإحساسهم أننا سلالة خضارة عريقة جداً التاريخ بقى بيحكي كثير يعني وبالتالي الرئيس تسلم منصبه كرئيس كمهورية في وقت ما كان أحد في العالم قادر على تفاهم ماذا حدث في مصر الواضح أنه كان انقلاباً عسكرياً وتغيير ورئيس زيح منتخب عاد بناء الصورة الزهنية لمصر في الزهنية الغربية فبادئت الصورة تتضح أكثر وطرح مصر الطامحة للتطوير الطامحة لإعادة البناء الطامحة لدور كبير في منطقتها وتأثير كبير وشركات استراتيجية عن مستوى الاستراتيجي قبل الرئيس ما كانش فيه ما كانش فيه أسلحة فرنسية احنا كنا اتجاه واحد الولايات المتحدة الأمريكية ومنذ أن أتى وسع علاقاته بغوصات من ألمانيا طائرات من فرنسا قطع بحرية من فرنسا مسترال وخلافه الشركات اللي بيعملها الرئيس شركات مختلفة هل بتشوف حدثك أن ده السبب في أنه ماكرون بدأ حديثه النهاردة بأنه العلاقات الاستراتيجية مع مصر طبعاً أكثر تطور من أي وقت مضى آه طبعاً طبعاً كمان فيه نقطة يمكن محدش يغفل يعني يعني بتبقى بتعدي على كسرين ما ننساش أن فرنسا دولة متوسطية لها إطلالة على المتوسط طبعاً وهي صاحبة المبادرة الاتحاد من أجل المتوسط صحيح التي يتولى أمانتها سفير مصري عريق يعني قدير يعني هناك بعض متوسطي تهتم بالمتوسط شرق المتوسط الإطار اللي مصر لها نفوذ ثقافي وتاريخي ووجود في المغرب العربي وطبعاً علاقات تاريخية مع مصر ففيه اهتمام بنتقبل فيه لا اهتمام باللبنان من خلال برضو نفوذ ثقافي وتاريخي باللبنان بتوشاركنا في هذا والرئيسين اتفقوا في المؤتمر الصخفي على ان الاهداف مشتركة استقرار لبنان ودعمه والرئيس يعني كمان عدة مجموعة من الدول التي دول الوطنية التي انهارت وتفككت ولا نريد للبنان هذا المصري ونتعاون مع الفرنسيين ونتعاون مع اللبنانيين لصيانة لبنان كدولة وكمان كان فيه تطابق زي ما حياتك تفضلت في القضية الفلسطينية والقضية الليبية وعايز اتوقف ما حياتك عند ليبيا لانه مكغان قال النهاردة انه بيتهم قوة اقليمية انها تستخدم ليبيا كمسرح للنفوذ وانه مصر على وقف اطلاق النار في ليبيا يعني عايز اقول هذا التلاسن البعيد على تركيا اللي بياخد في دهاليز الاتحاد الاوروبي عشان يطبقوا اي عقوبة ياخد بقى وقت طويل جدا جدا يعني يعني انت طبعا اصبت لما قلت التلاسن هو تلاسن خدث ما بين الرئيس الفرنسي والرئيس التركي تلاسن شديد كمان يعني بعيدا عن كل الاطر الدبلوماسية كما ذكرت لك ان فرنسا تعتني وتعطي اهتماما خاصا بالاستقرار في المتوسط ايه لا تنسى ابدا اننا جنوب اوروبا احنا الضفة الاخرى من المتوسط الجنوبية طبعا يعني تعتبر شمال اوروبا بالنسبة لنا دول جوار يعني لا يفصلها عنا غير مياه وده ظهر قوي في قضية زي الهجر غير الشرعية مثلا احنا لنا التعاون بقى الضروري الحكمي لنا اتفقيت شراكة وشراكة المتوسطية ولنا تاريخ في التعاون حديث ولنا صلاة قوية وبالتالي ليبيا مسألة اساسية ليبيا لها موقع استراتيجي لها اطلالة على المتوسط اكبر اطلالة ممكنة دول جنوب المتوسط ساحل وفيها دلوقتي خواء منطقة فاضية فيها فراغ فراغ في النفوذ وفي السلطة وفي الادارة فده يغري قوى اخرى اقليمية ان تملأ هذا الفراغ وتستفيد من وجودها في ليبيا ليبيا دولة منتجة للبترول البترول الليبي من المفروض ان سوقه الطبيعي هو اوروبا يعني عبر المتوسط في اطماء كثيرة جدا الاطلالة الليبية على المتوسط في احتمالات بترول وغاز كبيرة جدا فتسعى تركيا التي خرجت خاوية اليدين من حقول شرق المتوسط ان يكون لها موطق قدم في ليبيا فرنسا تمنع هذا وتقف ضده وتتفق المصالح المصرية مع المصالح الفرنسية مصر لان ليبيا امن قومي بالنسبة للمصر اي تابور مضرع ينطلق اقل من الف كيلو متر رياسة حدود مصر ففيه وطبعا علاقة وصيقة جدا مصر وليبيا فبالتالي فيه اهتمام ان يكون هناك استقرارا ويكون هناك ادارة وحكومة مستقرة وجيش قوي يستطيع الدفاع عن الطراب الليبي والمقدرات الليبية والصراء الليبي والشعب الليبي بعيدا عن تطرف نحن في عصر التطرف نحن في عصر ميليشيات تكتاح دول وحكومات كما حدث داعش وخلافه كما نرى في العراق وكما حدث في سوريا فاهمية ان يكون هناك حكومة قوية قادرة على بسط ارادة هناك ايضا دوائش اخرين باقو حرام تتجول في مالي ونجيريا شمال نجيريا وغم الشباب في الصومال وهذا التطرف والارهاب تكافحه فرنسا بحكم اتمامها بمستعمراتها الأديمة والبعد الافريقي في سياساتها فنتعاون سويا نتبادل معلومات في مكافحة الارهاب فرنسا تدرك جيدا ان مصر لديها تجربة فريدة في مكافحة الارهاب وان الرئيس السيسي نفسه صاحب اهم مقاربة لمكافحة الارهاب اطلقها عندما كان هناك امم المتحدة في الامم المتحدة وقبل الامم المتحدة ايضا في مؤتمر جمع رؤساء الدول الاسلامية مع الرئيس الامريكي ترامب في الرياض السعودية كانت اكمل مقاربة لمكافحة الارهاب والتطرف من جميع من تمويله وتوفير ملازات امنة له وتمويل مالي وتسليح وتدريب وبالتالي حملناها الى الامم المتحدة واصبحت في هناك اتفاق وقبول دولي على ما كان قد اقترحه الرئيس السيسي فنحن التطرف الموجود في فرنسا والارهاب الذي دفع القيادة الفرنسية الى تصريحات ازت مشاعر المسلمين في العالم ان وصمت الارهاب انه اسلامي يعني الارهاب ظاهرة يعني غير منضبطة ظاهرة متطرفة وليس له علاقة مباشرة باديان وهو مدعى ايضا الرئيس الفرنسي ان يرسل وزير خارجيته ليجتمع مع رئيس السيسي ويمتص الغضب الذي حدث في العالم الاسلامي والتقي بالامام الاكبر شيخ الجامعة الاسر وذكر في هذا الحديث ذكره رئيس السيسي في المؤتمر الصحي انحدد وذكر كلمة الاتزان وذكر القيم الانسانية والقيم العقيدية اللي هي يعني ناخدها من العقائد المقدسات وعدم يعني ضرورة عدم المساس به وتتفق طبعا العقائد كلها في اساسياتها بالتأكيد ومنها احترام المقدسات طبعا بالتأكيد طبعا عايز ارجع من حددك للشق العسكري اللي اتحدث عنه برضو النهاردة ما كمان بالتفصيل وكلم عن ان التعاون التقني والعسكري ما بين مصر وفرنسا مثالي واكد على تعميق العلاقات مع مصر في رأي حضرتك انه ده تعويل على دور مصر في حل الازمة الليبية وقوتها وقدرتها ولا هو مجرد يعني انه بيمتدح انه بقى فيه علاقات عسكرية يعني واستراد وتصدير الرئيس السيسي منذ انه قادمة ايوة في رئاسة مصر احدثت تحولا دراماتيكيا او محوريا اي في مسألة التسليح اي قطع العلاقة التي كانت مفترضة ان تكون مع الولايات المتحدة الامريكية من خلال برنامج المساعدات الامريكية اه العسكرية واحد وثلاثة من عشرة مليار كل سنة ونوع السلاح وايضا اه مصر خرصت مصر الجديدة ان تكون قاعدة تستطيع ان توفر لنفسها ما تحتاجه من قدرات تسليحية اي فكل اتفاقياتها في التسليح مع فرنسا بالذات ان يكون هناك تصنيعا نسبة من التصنيع المحلي والتصنيع مشترك ايه ونقل البرنامج نقل للتكنولوجيا اه لمصر اه هذا التسارع اه من طائرات ل ل ل ل لفرقطات هذا التنوع والتسارع كمان ما تنساش ان انت دولة يعني دولة في المنطقة اه خط حروب كثيرة جدا عندك نقبة عسكرية خبرة طويلة خبرة طويلة وعلى اعلى وخبرة طويلة ايضا في السلام والتفاوض يعني عندك على كذا صعيد يعني من علامات يعني الكوة اللي سموها الهارد السيكوريتي انه عندك كوادر بتفهم وبتطور وبتضيف وتجربتك فريدة يعني دروس اللي العالم بيتعلمها في الخرب واستراتيجياته والقتال الجوي يعني كثير منها تم صياغته بعقول مصرية يعني وبالتالي هو محق عندما قال ان العلاقات تشهد بالذات في الجانب التسليح بتاعها يعني طفرة والطفرة دي مرشاحة للزيادة وحيأتي وقت من الاوقات يعني لما تشوف حتى اخر حاجة احنا استوردنا طائرات مقتلة من من فرنسا فشلت فرنسا في تسويق انما المشتري المصري الذي يعرف قيمة السلعة ويعرف كيف يستسمرها ويطوعها لاهدافه العسكرية يعني يؤمن جيدا في قدرة ابنائه على التغيير والتطوير في استخدامها والاضافة اليها انا عايز اتسأل سيادتك الحاجة سيادت سفير انه من ضمن ما صرح به الرئيس امانويل مكوان النهاردة انه انا مش خربط ما بين ملف هو الانسان وملف التعاون العسكري وانا قلت وحضرتك تصلح لي في بداية الحلقة انه ده من مصلحة فرنسا ان احنا نشتري من عندها سلاح وحضرتك يعني بتأكد الكلام دلوقتين بتقول ان كان عنده مشكلة تسويق في هذه الطائرات لكن احنا نعرف نستعملها ازاي ونستفيد بيها ازاي بتشوف حضرتك انه السلاح مصر اساسا بتستخدمه في مكافحة الارهاب اساسا يعني وطبعا الردع يعني والتقوير طبعا مكافحة الارهاب الرئيس النهاردة تكلم عن ان مصر عانت ودفعت سمنا ايه اللي ممكن يرجى ويعول عليه من التعاون مع فرنسا في مكافحة الارهاب تحاجات كثيرة جدا فقط فرنسا فيها خمسة مليون مسلم اي من مختلف الخلفيات المذهبية اي وطبعا لا تنسى كما ذكر السيد الرئيس ان احنا عنينا من تنظيم اكتر من 90 سنة اه يقصد الاخوان مسلمين اه لهم تنظيم عالمي اي له كوادر في فرنسا بالتأكيد اي موجودة وهو هم قد تأثروا بهذا الفكر الفاسد اه وقال ان التطرف جزء منه اه من الاشار صراحة الاخوان مسلمين اه بانتماءاته والاخوان مسلمين كانوا عباءة في تفاضة خرج منها طيارات متطرفة كثيرة جدا اه وبالتالي اه فرنسا تحارب اه الارهاب داخلها فرنسا وبلجيكا شاهدنا العام الماضي والعامل الذي سبقه والان حوادث في فرنسا كثيرة جدا شهر خمس حوادث يعني هذه الحوادث كانت دفعت الفرنسيين ان هما يخرجوا يعني دفعتهم من الغضب والاحباط ان هما يطلعوا بخطاب غير مقبول جارح لمسلم العالم يعني واعيد يعني بلورته والرئيس حتى يعني اعيد سياغته من جديد يعني طبعا عندهم مشكلة كبيرة في بوكو حرام تنظيم متطرف ايضا بنفس الفكر والافكار ونحن نتبادل معلومات استكبراتية ومعلومات هل بتتوقع حدثك ان هذا التعاون في مكافحة الارهاب يعني ينضم لجهود دولية كبيرة وكثيرة الان تضيق الخناقة على الاخوان الارهابية في دولها واخرهم المشروع اللي قدمه تات كروز السيناتر الجمهوري للكونجرس الامريكي بالاعتراف اخيرا بانها جماعة ارهابية مع الضغوط الاوروبية اللي بدأت يعني تتوالى طبعا طبعا انت بتحاصر الفكر المتطرف ايا كانت وايا كان من بعد ما تنساش السجون او المعتقلات الموجودة في سوريا اللي بيدرها تنظيم قصد تحوي كثير من المواطنين الفرنسيين والامهات الفرنسيات والابناء الفرنسيين اللي اندرجوا في تنظيم داعش متأسرين كيف سيرجع هؤلاء او بعضهم او ابنائهم او زوجتهم يعني فرنسا بتتحرك بشكل بشكل نشط وبنتقبل وبنلتقي في مصالح كثيرة يعني ابسط حاجة يعني تدول المعلومات والتحولات البنكية ومطردتها وفكر يعني معتادل رشيد طيب اخيرا افندا معايز احياتك على الملف اللي بيتم استغلاله من العفو الدولية ومنظمات حقوقية كانت تعادي مصر يعني عنوى منذ يعني عقد وما زالت مستمرة الملف يعني هما بيستغلوا واسكر انه مسؤولة منظمة العفو الدولية تقدمت بخطاب سبق زيارة الرئيس سيسي لفرنسا بانه احذره وان الاموال وان التعاون مايروحش الا للشعب المصري وانه وانه كلام من هذا القبيل وهو ملف حول انسان الرئيس النهاردة اكد ان فيه اكتر من 55 الف جمعية اهلية بتشتغل في مصر وانها مهمة جدا للعمل المدني بينما فرنسا لها وجهة نظر بان مصر عندها بعض التقصير في هذا الملف حدرك بتشوف المسألة دي ازاي بتشوفها في كلال انها مرخلة تطور يعني يعني انت عندك 55 منظمة وجمعية 55 الف 55 الف من منظمات المجتمع المدني تعمل بحرية ولابد ان تعتبر المنظمات المجتمع المدني شريك اساسي في عملية التنمية التي تحدث الآن وان يوفر لها التشريع مساحة كافية لان تعمل وبشكل شفاف تراقب ميزانيتها وتمويلتها وصرفها وتفسح لها المجال ربما القانون الحالي يعني لا يوفر هذه المساحة المأمولة انما احنا بنطمح قريبا جدا في عملية التطوير قادمة ان شاء الله ان يتم احتضان هذه الزراعة القوية للجمعيات الاهلية الجمعات بتنشأ بجمعيات الاهلية المستشفيات مراكب مشاريع متوسطة وصغيرة فلابد ان يتاح الحرية دي في رعاية حكومة رشيدة متفاهمة ومجتمع يطمح للتطوير والحداثة اذا حدث العشرة في المية منهم او اقل مشكلات هذا مقبول مسموح يعني ممكن يحدث في كل حت فليست نهاية العالم وبعدين يعني الحقوق الانسان جرت العادة على ان احنا نحفل ونهتم بالحقوق السياسية للانسان نختصرها في الحقوق السياسية بينما حق الحياة وحق السكن والتعليم راجل حق المرأة حق الطفلة حق المعوقين او الاصحاب الهمم حقوق كثيرة الحق الاجتماعي والحق الثقافي في التعليم وفي التربية حقوق كثيرة جدا وفي السكن حقوق كثيرة جدا مصر تتطور كما يعني في تطور بنية اساسية بيتم تجددها وانشاءها كل يوم وبتتوسع في كل المجالات بتتوسع فحيجي وقت ضمن توسعاتك وضمن الحداثة بتاعتك وضمن النقلة الكبيرة التي الرئيس السيسي وعد انه هياخد مصر وينقلها الى مكان جديد انا متوقع يعني اذا حسبت نفسي من النقبة يعني انا متأكد ان هذا المكان الجديد سيكون في كل اللي انت بتتكلم فيه او اللي انت اشرت اليه حقوق سياسية كاملة حقوق اجتماعية كاملة حقوق ثقفية كاملة كل الحقوق اشكرك سيد شرفتنا اشكرك عزيز جزيل الشكر لسيد السفير احمد القسني المساعد الاسبق لوزير الخارجية المصري بشكركم مشاهدينا ودقائق قليلة ونتحدث عن الموجة التانية الكرون